توحشت الكاميرا أجواء التصوير أكيد هي دودة راه العمل الإعلامي دودة كبيرة دي ما تكون متعجشة للميكرو متعجشة للكاميرا على حسب أنا خدمت إذاعة خدمت تلفزة لكن دقعة دي ما تلفزة عندها رونق خاص بها تميل للتلفزة أكثر يغريوك أضواء التلفزة صحيح خطر كانت بدايتي في التلفزة ومش في الإذاعة الإذاعة فماش هو خطر تلفزة وإلا إذاعة هي اثنين مسؤولية لكن الأضواء وإنك تكون قريبة من المشاهد مرش عبيد يخصيبوني أنا في فترة فترات ابعت من المجال الإعلامي أنا مبعدش ما كنت في الإذاعة لأنه بعيدة عن الأضواء صحيح لكن كنت وراء الميكرو دونك وقت اكتشفت لي التلفزة جمهورها أكبر أكيد كانت حاجة ملموسى بنسبالك اسمك فرح على عشرة قديش فرحانة أنت اليوم في حياتك قديش فرحانة أنا فرحانة جو ديجاج بكو ديموسيون الحقيقة متعربي صحيح كل واحد في حياته يسيرلو ديء ويديبا حلو مر لن يوفى العمر لكن عندي نسبة كبيرة من الفرح خلينا نقوله سبعة سبعة فوق المعادة أي فوق المعادة في حياتك الشخصية قدي على عشرة أربعة أربعة آه معنى ها من نجموش مكونوا محظوظين في كل شيرة ما تنجمش يكون عندك الحظ في كل شيء الحظ في الخدمة الحظ في الحب الحظ في العائلة في الصحة فأكيد فما محظوظة في شنو أكثر في محبة الناس لكن فكعلاقة معنى أنت معلاقة تحب خلينا نقوله مانيش محظوظة تعتبروك فاشلا في العلاقات العاطفية أي وسيخطوه طو لأنه وليت أكثر عقلانية أثرت خدمتك على العاطفة ليه ليه ما عندها حتى داخل بالخدمة ليه مهنيا على عشرة قديش فرحانة في فترة ما النجم نقول ثمانية على عشرة طو طو بما أنه بعدت من المجال الإعلامي وقعده نحضر في مشاريع أخرى بعيدا عن الإعلام نقوله سبعة على عشرة سبعة حتى سبعة عدد مهم سما به أي اللي يقولك فرح بنامارة فشلت أنها تتموقع اليوم في المشهد الإعلامي شنو تقول ما فشلتش هذا اختيار لأنه ما نجمتش نتأقلم مع الأجواء الجديدة عندي عقلية شوية رجعية هابش نفسر لك كيفاش أنه أنا ما نمشي لحد أحد الناس لازم هات جيني أنا ما نطيحش من عندي أنافة كبيرة برشة سان كغاكتاغ معلتها هذي أنه أنا بش نتجه نحو الآخر نرجم تقول غرور نرجم تقول آه تعترف أي تطالحة مع نفس ما لا لا متصالحة جدا فما نمشيش نحو الآخر نحب جيمة الناس هي اللي جيني خاصة بعد فترة من فترات وقت اللي تلقى روحك لقيت نجاح كبير وقت اللي تمس برشة ناس لأنه أنا لوعية البرامج اللي كنت نقدمها هي برامج اجتماعية بالأساس فدخلت البرشة ديار تكرمت برشة مرات في تونس وخارج تونس كانت عندي تجربة البرة فنقول فميش ما فميش عليش أنا بش نتجه نحو الناس الناس تتجه لي هيدا هو هيدا عليش انتي دونك بعيدة يقول لك ذا دا كسولة دلولة متطلبة لا عمري ولا كنت متطلبة بالعكس والدليل أنه أنا وقت اللي لقيت نجاحي وقتها ما كان وش فما هالساليغ هذو ما متاع خمستاش وعشرين فكنا عادي متطلبة من ناحية الخدمة أي لأنه أي تحط تدخل بلاتو تلقى عدد كبير من الكاميرا تلقى في الإعداد عندك سبعة صحف لي بالعكس يجي كل شيء حاضر لي أنت تحط ساقة على ساقة تقدم شروطك لي 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 جوتو جوتو أدايخ أنت تخدم في المجال الإعلامي وتعرف أنه في التلافذ متاعنا ما فهميش لكون فوق هذية خلينا نكونوا واقعين أذيك عليش أنت ما نجمتش تخدم لا لا أنا وقت اللي هتطلب في حاجة مش موجودة في تونس لي وشكون شكون قاعد يروش في الأفكار الخاطئة هذية ما يقال هذا في الكويني ما يقال لكن أنا قدامك فرصة بشتواضح وهذي اللي ظهر يعني هذي اللي ماش اللي نعرفوها ربما اللي تروجتها ما هي صورة هذه لمحالة أنا نحبها تعجبني نحبها صورة هذه لكن الواقع علي لأنه أكيد لأنه أحنا في القنوات التلفزية اليوم ما عنيش اللي تحكي علي أنت والله البرة نجمه نحكيه على متطلبات معينة لكن في تونس طبعا وفي تونس بعض البرامج اللي فيهم حتى سابعة وثمانية في فريق الأعداد أنا قدامك أنا خدمت فاما موزو خدمت في قناة حنبعل وقت اللي كانت أول تلفزة خاصة أنا يتيت وكانت ترجع شوية وتشوف يمكن البرامج اللي أنا قدمت تتلقاني في الستوديو نقدم وتلقاني في التغان نعم في الانترفيو وفي الأعداد ما كانش عنا فريق أعداد فأحنا كنا نحضروا البرنامج دو أجس كزيد معنتها ساعات حتى الماشينيست يغيب نظفوا البلاتو على خاطر في الستوديو فيرتويل لازم اللي ماش تطلع حلوة للمشاه نظف بلاتو أي نظف وقت الماشينيست ما يجيش أنا تأبليجي وقدمت بارامج نظف بلاتو أي نظف مش نعمل قراميناج في البلاتو أما معنتها تنظيف البلاتو على خاطر لازم الصورة هذه اللي ماش متاعك أنت معنتها أنت بش تسوق تصويرها لازم تكون بيرفكت يعني مش وقت اللي شخص يغيب أو شخص يتقاعس بش يقوم بالعمل المتاعه أنت تقعد مربعة لأن مربعة يديك لأنك أنت متطلبة فأنت صورة بش تواجهها للمشاهد فأكيد لازم تكون قبتي سواء فبش نحكي لك معنتها أنه الإعداد والتقديم والعمل الميداني كل شيء كنت تقوم به واحد كل شيء تقوم به واحد طبعا مع كامل احتراماتنا نحترم المهن الكل لكن مقدم برنامج من المفروض ما هو هو لي نظف البلاتو وقت اللي يلزم الأمر يلزم 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 السؤال المناس في الشارع وينك توحش نيك يفرحك أكيد أكيد وإذا يجي نهار ما عادش جيك النوعية ذي من الأسئلة ولا ما عادش يعقلوك والله ما عادش يكون ردتها لأن الموضوع قاعد يمشي يمشي بشوية بشوية كيفاش لأنه فترة اللي خدمت فيها في حنبال قلت لك وقتها كانت فيزيبليتي كبيرة رأوا كانوا يتابعونا حتى من برة كانوا يجيونا رسائل من السعودية ومن قطر ومن الكويت وكانوا فيما برشا متابعين لأنه كان مولود جديد وكان المولود الوحيد في القنوات خاصة في تونس فقبل اللي كنت نخرج في الشارع كانوا اللعبات جي تتصور ويجيوا يتجهوا نحوي ويحكيوا لي فبشوية بشوية وقت اللي دخلت في اليداع يمكن الناس تنسيتني فما جاني غاسيون أخرى ما تعرفنيش فتعودت يعني موضوع مش مقلقني ولو في بعض الأحيان يساعدني لأنه علاش يكون فيما برشا عبادت وتتلاهف على الشهرة وتحب تبين في التلفزة وتحب تكون عندها صورة لكن فقسيون الأغم أدبلة خانشان معنتها أنت نوعا ما تفقد شوية من حريتك تفقد شوية من خصوصياتك لأنه العبادت كله بيش تكون عينيها مرجها ليك فأنتي لازم تكون حذرة حذرة في تصرفيتك حذرة في كلامك لأنك أنت بيش تكون مسؤولة أكثر من أشخاص أخرين اللي ما همش في الأضواء معناه مرات تقول ماذا بيع ما يعقلني حط في البلاسة دي تكون مرتاحة أكثر أكيد يولي ما يقلقكش أغلب مقادمة برامج يقولوا أنه في فترة غيابهم يتعرضوا أنه كران جميل تليفون ما عادش نقص كالعادة ولا ما عادش نقص أصلا عشت حاجات كما هكا أكيد عشت ومن أصدقاء زملاء كان دي ما يتصلوا بيك من المقربين ويتصلوا بي ومن بعد وقت اللي تكون في الأضواء راوة والناس كل بيش تبدأ تتلهف إنها تتقرب لك وتعرفك وتحكي معاك ووقت اللي تبعد والناس معادش عندها مصلحة بيك فأكيد بيش تضمحها من حياتك وقتها بيش تعرف الناس اللي كانوا حقنين معاك في حياتك ووقتها بيش تعرف من المجال يعني من الزملاء اللي كانوا مقربين دي ما تحكيوا وبعد ما تحبوا والله أنا في المجال الإعلامي ما كانش عندي برشة صحاب معندتها كنت خدمة صحابي خارج المجال الإعلامي صراحة خانقولوا حتى مش صحاب زملاء اللي فامها كونتاكت اللي دي ما تحكيوا بحكم إنو كنا نتلقاو في لكل واغم تعلقنات وإلا في الإذاعة وكل شي ومبعد كل واحد شدت نيته فالحقيقة ما جامش نسمي أسميه وفهمة ناس ما حابوش فارح ترجع للميدان يقلقوا موجودك يمكن ما يمكن ما نعرش ما أنا ما يعنيونيش ما يعنيونيش تعرف وتتجاهلهم ولا ما فاميش أه أه والله شكول اللي عنده مصلحة إنو أنا ما نبانش إلا إذا هو ما عنده اشتقيه ما عنده اشتقيه في نفسه هذي مش كلته يمشي عالش نفسه أه ناس هكا يستحقوا علاج بالنسبة لك أكيد وموجودين ولا بكل صراحة موجودين أكيد فهمة ناس معاك أنت معايا أنا ما ننجمش نسميلك على خطر أنا ما نستحضرش الحقيقة أما إذا هو بش يخاف مني أنا فهو ما عندهش ثقة في نفسه فهو لازم يمشي يعزز الثقة في نفسه ما هيش مشكلتش مشكلته هو في برشة حوارات حضارت في يوم فارح تقول إنو المشهد الآلامي في تونس فيه برشة قلة احترام وفيه برشة فوضى مزلت عند نفس رأي مزلت عندك نفس الرأي هذا اليوم المشهد فيه برشة قلة احترام وفوضى نحن نحكيه ديما في المجال الإعلامي ما قبل الثورة وما بعد الثورة بعد الثورة شفنا تخمة من البرامج السياسية وكنا نشاهده في البلاتو العرق والشباط وسياسيين بين بعضهم اللي يعتبروا نخبة مثقفة في البلاد وشفنا الفضايح الحقيقة متعربي بعد تخلنا في نوعية برامج أخرى اللي هي تعتمد أساسا على البرز وتخلنا شوية في الركيكة وفي هاتك أعراض وفي هفلينة قالت وفلينة قالت وهذا يعمل هكا ونفضحه في خصوصيات أشخاص يمكن بعض الفنانين أو بعض الإعلاميين يتعمدوا أنهم يطرحوا نوعية المواضيع هذية حتى يحيروا اسمهم كما نقوله أنا نشوفها استخاتيجية غالطة جدا فعصر الركيكة هذية بش يجي نهارو بش يتمحل لأنه الناس والتي تحب كونتنت تحب معنتها توصل إلى معلومة وين هم البرامج اللي كنا نشاهدوا فيهم كما المنظار ووقت اللي يصير تحقيقات وين هم البرامج الاجتماعية أنا منيش قاعدة نتابع برشا لكن ككل تونسي أو تونسية وقت اللي تحل الفيسبوك وتشوف الفيديو ومقاطع الفيديو فتعترضني بعض الفيديو ويمكن بعض السكيتشات بعض الحاجات لن نشوفها صراحة مش يمكن ميدوك إذا أنت متابعش في عرضك بالصدفة هما محققين نسب مشاهدة عالية أوتوماتيكوان بش يظهروا لك ويني شكون ترجع المسؤولية للجمهور والي تابع نسب المشاهدة من جاية نحن يقول لك هي مبعد في فترة ما بشتوفة راهو هالركاكة هذي بشتوفة على خطر أنت كي تدخل تشوف لي كومانتاغمتا عن الناس تفهم إلي الناس فدت الناس ما عادش تحب تستقطب نوعية البرامج هذي لأما كلم كيما هكا فرح ينجم يورد زو ملائك وينجم يغشش عليك زو ملائك اللي قاعدين يخدمو طوى موجودين يقول لك إيه أحنا معناها نخدمو طوى قابلين بقلة الاحترام وبالرداءة هاذا شو ما تفهم ليه أنا أنا مانيش قاعدة نحكي على شخص معين اللي قاعد اللي قاعد يسوق اللي قاعد يسوق يتحمل مسؤوليته أنا 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 خليني نكون صريحة معك أنا قدمت برشة أنواع من البرامج البرامج الطبية الألعاب الحوارية فأنا كيفاش نتموقع اليوم في أي نوعية برامج البرامج الاجتماعية تفروحك أكثر في البرامج الاجتماعية ذي البرامج اللي تتهويك حاليا فما اقتراحات بش تكون كرونيوكاز؟ وي جيتني مرة جيتني مرة عرض ولحقيقة ما رفضت رفضت شنو البرنامج؟ هو تعدى رأى البرنامج هو فيه نسيج نحب نعرفه وقتها برنامج كان يدهولي بوليميكا مع سامير الوافي الفترة هاليكا تعادى تقريباً حلقتين حلقتين وم بعد عربية هي اللي كنت في عربية حمادي؟ منعرش كنت في مكان عربية أو مكان شخص آخر منعرش الحقيقة لكن وقتها سامير برنامج محترع ما عليش رفضت لأنه منشوش روحي لا 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 ما عندي حتى اعتراض لا في البرنامج ولا في المقدم البرنامج وإلا في الأشخاص اللي كانوا بش يختموا معايا لكن أنا كنت رافضة أنه أنا نخدم كرونيكوز على خاطر نشوف روحي أنه أنا في فترة من فترات كنت نجير في برامج خاصة بي أنا فأينا ما نجمش اليوم ما نخدم أنك كرونيكوز تعتبرها خطوة إلى الوراق أنك تكون كرونيكوز نجمه نكونه أي وأنا ملو بكل ما جربت هيش حتى مرة جربت شوية في البداية وقت اللي دخلت في تقريباً حلقتين أو ثلاثة في انستوديو غاديو لقيتها أن هي حكاية ما هيش سهلة يعني لك لك ما تنجم تحكم على الشيء إلا ما تجربه مش كما أنت تطرح السؤال وكما أنت تبدي رايك أو أنك تحل الموضوع معين فأنا نحب نكون ديما في دور أني نلقي السؤال ومنحبش نبدي رايك خطرني أنا دور كنت موضوعية ولا موحايدة نوعا برافو عليك أسهلك؟ مش أسهلي أما أنا على خطرني سريحة ومنحبش نصدف أسهل؟ 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 في إطار أنه يكون موحايد أي لكن في إطار إدارة الحوار أكيد هو الشيف دوركيستر الأنيماتور فلازم يعرف وقت يساعد وقت ينقص وقت يعطي الكلمة لهذا ويمنتين أنسخ تانيكيليب في البلاتو هدية حاجة سعيفة ستاة أسهل؟ أسهل؟ والله مش حكية أصعب وإلا أنا مشوف روحي مقدمة برنامج فقط أخوتها إلى الوراء أنك تكون كرانيكس أسهل؟ أسهل؟